موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج في أسبوع نبدأها بحوصلة لأهم وأبرزي أخباره موسيقى ونبدأ من الجمعات الماضية حيث شهدت محاور القتال في قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني بعد فشل الوصول إلى اتفاق لتمديد الهدنة وقال الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عزدين القسام إن المقاومة خاضت اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال كبدته خلالها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وكشف الإعلام العسكري لكتائب القسام عن قصف تل أبيب وعدد من المدن والمستوطنات المحتلة برشقات صاروخية مكثفة موسيقى وفي ذات الوقت استهدفت طائرات جيش الاحتلال الصهيوني أحياء سكانية في قطاع غزة مخلفة عددا كبيرا من الشهداء والجرحة وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن مستشفيات القطاع تعاني نقصا حادا في المواد والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع العدد الكبير من الجرحة إلى جانب خروج عدد من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة لسبب الأعمال العدائية التي يقوم بها جيش الاحتلال السبت قال الإعلام العسكري لكتائب القسام إن المجاهدين في كتائب القسام أوقعوا قوة صهيونية راجلة ملتمرت كيزة داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة حيث يهدفوا القوة بالعبوات المضادة للتحصينات والرشاشات التقيلة مؤكدا إقاع أفراد القوة السهولية بين قتيل وجريح وأعلن الإعلام العسكري استهدف مجاهد القسام لغربة قيادة واستقاع الإليش الاحتلال داخل مبنى شرق بيت حنون بقتائف مضادة للأفراد ترجمة نانسي قنقر وفي يوم السبت أيضا وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام ضربات صاروخية مكثفة باتجاه تل أبيب وعدد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونشر الإعلام العسكري مشاهد للرشاقات الصاروخية مؤكدا أنها رد واضح على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة ترجمة نانسي قنقر وشهد يوم الأحد اجتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال تمكن خلالها مجاهدون القسام من تفجير تمركز لستثين جنديا من جنود الاحتلال داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر التيك وكشغل الإعلام العسكري لكتائب القسام عن تفاصيل العملية حيث رصد المجاهدون تمركز جنود الحلال ثم قاموا بزرع عدد من العبوات المضادة للأفراد حول التمركز وقاموا بتفجيرها ثم تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من توقع من أفراد القوة ثم انسحب مجاهدون القسام إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتل اشتركوا في القناة الأحد أيضا تمكن مجاهدون القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من ثمانية جنود شمال شرق مدينة خان يونس وقال الإعلام العسكري للقسام إن مجاهدي القسام قاموا بالإجهاز على من بقي من جنود الاحتلال على قيد الحياة من مسافة صفر وفي يوم الاثنين أعلن الناطق العسكري باسم كذائب القسام أبو عبيدة تدمير مجاهدي القسام ثمانية وعشرين آلية عسكرية خلال 24 ساعة في كافة محاور الغتالي في الصعير وقال أبو عبيدة إن مجاهدي القسام استهدقوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل حق وقال أبو عبيدة أن المجاهدين دكوا تحشدات العسكرية للصهاينة بقذائف الهون من العيار الثقيل ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمدايات مختلفة إلى داخل الكيان السخيوني الثلاثاء خاض مجاهدوا القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة وقال الإعلام العسكري للقسام إنهم أحصوا يوم الثلاثاء فقط تدمير 24 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس واستهدفوا ثمانية عشر جنديا بالهجوم المباشر وكشف الإعلام العسكري عن استهداف قناصة القسام لثمانية جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح مضيفا أن المجاهدين نسفوا منزلا تحصنت به قوة خاصة لجيش الاحتلال وأوقعوا قوة أخرى في حق ألغام أعدى مسبقا وتكد تحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمدايات مختلفة به الأراضي المحتلة وفي أخبار الأربعاء من غزة أيضا خاضل مجاهدو القسام منذ صباح الأربعاء اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة وكشف الإعلام العسكري للقسام في حصيلة لمجريات يوم الأربعاء في محاور القتال أن المجاهدين دمروا ثلاثا وعشرين آلية عسكرية صهيونية فقط في محاور القتال بمدينة خانينس وبيتلاهية ومضيفا أن قناصة القسام أوقعوا ستة جنود صهاين بين قتيل وجريح ونسفوا منزلا تحصنت به قوة خاصة فما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهون ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمدايات مختلفة إلى الأراضي المحتلة دعا فضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني أهل غزة والمقاومة الفلسطينية إلى الصبر والثبات في مواجهة الاحتلال الصهيوني وأن يثقوا بنصر الله تعالى الذي قال إنه آت لا شك فيه كما بشرت الكثير من آيات القرآن العظيم لأن آيات القرآن الكثيرة تبشركم بهذا النصر وتذكركم به يقول الله تباك وتعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويقول تباك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ويقول تباك وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون ويقول تباك وتعالى سيهزم الجمر ويولون الدبر ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا لن يضروكم إلا أذم ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا حكم الله عليهم بالضعف حكم الله أن كيدهم ضعيف وأنهم سيهزمون الضعيف سيهزم لا محالة أقول لأهل غزة وللمقاومة وجدتها فضيلة المفتي من على شاشة التناصح في برنامج الإسلامي والحياة الأربعاء جدد مناشدته لحكام العرب بفك الحصار عن غزة وإدخال المساعدات والسلاح إليها محذرا إياهم من عواقب خذلانهم لإخوانهم المسلمين في غزة ثم أقول لحكام العرب والمسلمين الذين لا يزالون يتفرجون عن إخوانهم يقتلون ويقطعون لا زالوا ينظرون إلى استغاثات ويسمعون استغاثات أطفال أهل غزة ونساءهم وشيوخهم ثم لا يزالون ينظرون إليهم لا يزالون يصمتون ولا يتكلمون لا يزالون يطيعون أعداءهم ويخذلون أولياءهم ويخذوا المؤمنين أقول لهم والله يا ويلكم يا حكام العرب والحكام المسلمين يا ويلكم من يوم أن توضعوا في قبوركم بماذا تجيبون الجبار الذي ينزل بكم ما تستحقونه من هذا الولاء للكافرين اسمعوا إلى قول الله تباك وتعالى في الذين يطيعون أعداءهم ويخذلون أولياءهم ويخذوا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاشرين بل الله مولاكم هو أخير الناصرين هو مولاكم وليس البيت الأبيض والأمريكان والإنجليز يا أيها الذين آمنوا يخاطبكم الله ويخاطب غيركم من المؤمنين وأنتم من تملكون الأمر يقول الله تباك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم عيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صلاة مستقيم لابد أن تكون فيكم نخوة لابد أن تكون فيكم رجولة لابد أن يكون فيكم إيمان أن تنتفضوا فكوا الحصار على غزة أدخلوا المواد واللغاة وأدخل السلاح وأدخلوا النقود والأموال كيف هم على الكفر يسندون حلفاءهم يسندون الصهاينة وهم على الكفر وأنتم على الإيمان تخذلون تخذلون أولياءكم لا تستطيعون أن تقدم لهم الخميس أعلن الإعلام العسكري لكتائب القسام تمكن مجاهدي القسام خلال 72 ساعة الأخيرة من تدمير 135 آلية عسكرية سهولية بكافة محاور القتال في قطاع غزة وقال الإعلام العسكري للقسام أن مجاهدي القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثرى تفجير عدد من المنازل وفتحات الأنفاق في جنود العدو بعد تفخيخها كما جرى استهداف القوات الصهيونية المتوغلات في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمدايات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني وإلى أخبار الشأن المحلي الليبي والبداية من الجمعة الماضية حيث قال رئيس برلمان طبرق عقيل الصالح إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لا يدرك معنى جملة القوانين العادلة وأنه يكررها دون معرفة معنها وفق تعبيره وأوضح عقيل الصالح خلال لقائه أعيان وحكماء درن أن القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6 زائد 6 وأصدرها البرلمان هي قوانين عادلة باعتبارها لا تقصي أحدا على حد قوله وتابع عقيل الصالح أن المجلس الأعلى للدولة خلق لعرقلة السلطة التشريعية وأنه ليس له الحق هو أو رئيسه في تعديل القوانين الانتخابية وأجدد عقيل الصالح رفض جلوسه مع الدبيبة إلى الطاولة الخمسية التي دعا إليها بتيلي مشترطا لحدوث هذا بأن تكون حكومة حماد موجودة في الاجتماع ذاته وأضاف عقيل الصالح أن الحكومة الجديدة ستشكل قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري وأنه سيكون لليبيا حكومة واحدة مصغرة تذهب بالبلاد إلى الانتخابات على حد قوله الأحد قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن هدف الجميع يجب أن يكون إجراء انتخابات وإصدار دستور دائم للبلاد لضمان استقرارها جاء ذلك خلال لقائه وفدا من أعيان الزنتان بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عاد الجمعة حيث رحبت دبيبة بالدور الاجتماعي وجهود المدن كافة والقبائل الليبية من أجل استقرار البلاد وضمان وحدتها جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ترحيبه بمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وأعلنت دبيبة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثة أربعة شروط وصفها بالأساسية لنجاح الطاولة الخمسية التي دعا إليها المبعوث الأممي وبيّنت دبيبة أن الشروط الأربعة هي الثقة المتبادلة واستعداد الجميع لتأمين الانتخابات وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ وعدم السماح بمسارات موازلة ووصفت دبيبة ما يشاع بشأن منح ميناء الخمس والمنطقة الحرة مصراتة لبعض الدول الخارجية بالهراء نافيا صحة ذلك ومؤكدا أنه لن يفرط في أي حق من حقوق البلاد استعداد الجميع لتوسيع الثقة في تأمين العملية الانتخابية هذا أولا وبإشراك الجميع وقد اقترحنا حلا عمليا سهل التطبيق للبعثة لذلك قد أكدنا أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ ولا تحتوي على أي أحكام انتقانية وسموم متسوسة كما أن نجاح الحوار مرهون بعدم السماح للمسارات الموازية بالتشويش على الهدف الوحيد والرئيسي وهو الذهاب إلى الديمقراطية والانتخابات لأننا جربنا كل المسارات وجربنا هذه المسارات تحديدا مرارا وتكرارا وانتظرنا لنتائج وانتظرنا النتائج مختلفة في كل حوار مع تكرار الخطوات نفسها هذه الخطوات هي مضيعة للوقت فعلا مضيعة للوقت ولا نريد تكراري فأنا على أهدي بعون الله مع ابناء هذا الشعب بأن أكون لهم صوتا صادحا مشاركا لهم بكل تفاصيل هذه الحوارات لأن عهد الغرف المظلمة وتقرير مصير الشعب دون علمه قد ولأ وانتهى ورغبة الشعب قد أكدها أكثر من مليونين ونصف مليون ناخب بشكل واضح وجلي لا لبس فيه كشف مصرف ليبيا المركزي عن تجاوز الإرادات العامة للدولة 110 مليارات دينار في حين بلغ حجم الإنفاق 91 مليار و700 مليون دينار الليبي منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية نوفمبر الماضي وفي تقرير أصدره ثلاثاء قال المصرف المركزي إن الإرادات النفطية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الجاري بلغت 85 مليار و900 مليون دينار إلى جانب إتاوات نفطية بقيمة 10 مليارات وتسعمائة مليون دينار مشيرا إلى تحقيق ضرائب إرادات بقيمة ملياري دينار إلى جانب 290 مليون دينار كإرادات للجمارك وعن إجمالي الإنفاق الذي بلغ 91 مليار و700 مليون ذكر المركزي أن مصرفات الباب الأول وهو باب المرتبات بلغت 49 مليار و400 مليون دينار وفي شأن المحلي أيضا دعا فضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الصديق الغرياني اللجنة العليا للعطاء العام وكل من تعاون معها لاستئناف العمل على مشروع العطاء العام موضحا أنه لم يتم فتح اعتماد واحد منذ شهر في مصرف ليبيا المركزي أدعو كل الناس الشرفاء وكل الناس الذين تعاونوا في الماضي على مشروع العطاء العام وعلى رأسهم اللجنة العليا للعطاء العام التي يترأسها الدكتور نجيب بن صوفيا وكل من تعاون معه في مكتب النائب العام وفي ديوان المحاسبة وفي مكتب الأمن الداخلي وفي مكتب رئيس الحكومة وفي كل الأماكن الذين تعاونوا معه في الماضي أقول لهم عليكم أن تهبوا من جديد فإن المافيا أيضا رفعت قرونها من جديد ووضعت العراقيل والآن أقول لكم بالتاريخ منذ تاريخ ستة أحداش لما اجتمعت هذه اللجنة وبعض المسؤولين مع رئيس الحكومة في مجلس الوزراء وتكلموا على العطاء العام ورئيس الحكومة دعمه بقوة وأعطى صلاحية للجنة وكذا من ذلك الوقت لم يفتح اعتماد واحد الآن مضى شهر كامل لم يفتح اعتماد واحد في مصرف ليبيا المركزي لباقي الشركات وصل إلى حد الآن نسبة قليلة من العطاء العطاءات أكتب من مية وعشرين ومية وخمسين شركة والعطاء وصلت منها نسبة قليلة عشر بالمية وعشر بالمية ويموجود دواءهم موجود الآن في الصدريات ويصرف مجانا لكن باقي العطاءات لا زالت موقوفة ونختم حوصلاتنا الإخبارية بالخبر الأخير عن التقلبات التي طرأت على الحالة الجوية خلال الساعات الأخيرة حيث أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن منخفضين جويين يمران على المناطق الليبية حيث بدأ المنخفض الأول يوم الخميس وهو منخفض خفيف التأثير وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن المنخفض الجوية الثاني سيبدأ تأثيره على المناطق الليبية منذ هذه الليلة ويستمر أيام السبت والأحد والإثنين وقال مركز الأرصاد الجوية إن المنخفض سيؤدي إلى هطول أمطار من جيدة إلى شديدة الغزارة على مناطق مختلفة من ليبيا حيث ستكون غزيرة في مناطق الشمال الغربي والشرقي محذرا من جريان بعض الأودية في المنطقة مضيفا أن تأثيره سيطال حتى مناطق الجنوب الليبي حيث من المتوقع هطول الأمطار في بعض مناطق الجنوب بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة في كل الجنوب الليبي إذن مشاهدين ومستمعين الكرام كانت هذه أبرز الأخبار التي جمعناها لكم خلال هذا الأسبوع الأسبوع أما الآن فنرحب بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع ضيفنا هو دكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية معنا من استوديوهاتنا في طرابلس أرحب بك بداية دكتور إلياس مرحبا أخي عبد الرحمن وأيضا مساحبي قناة التناصح دكتور إلياس لو بدأنا بالشأن الفلسطيني والأوضاع في قطاع غزة تحديدا بعد مضي شهرين الآن على بدء العدوان على غزة وأكثر من 17 ألف شهيد أغلبهم نساء وأطفال كيف تتابع تطورات هذا العدوان على قطاع غزة نعم عبد الرحمن قرابة 67 يوما الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة يدافعون عن المقدسات نيابة على العالم الإسلامي والعالم العربي في ظل سبات عميق وللأسف هنا عرت المقاومة الفلسطينية والمقاومة الحماسية وأيضا الغزاوية وعرت الشارع العربي والإسلامي في ظل أيضا صمت مقيد للعالم بأجمعه الذي يدعي بأن هناك ديمقراطية وأن هناك حقوق الإنسان وحق الشعوب لتقريب مصيرها هنا أعطت درسا للمقاومة وأيضا درسا للجيوش التقليدية التي عملت العنظمة السياسية العربية وكذلك الإسلامية وللأسف بأنها تدافع عن العرض وعلى المال وعلى الحدود وعلى الدين الإسلامي إلا أنها أصبحت تدافع عن العنظمة السياسية وتكرار العنظمة الاستبدادية التي نالت من شعوبها لتيلة عقود والشعوب الإسلامية والعربية تعاني من القهر والظلم والغبل المقاومة الفلسطينية أعطت درسا آخر وهو يتعلق بالتعادد والتكافل بين الشعب الفلسطيني وعهدنا في غزة مع المقاومين لم نسمع أن هناك سب أو شتم أو حتى لوما للمقاومة بل بالعكس رعينا سمود الشعب الفلسطيني وأهدنا في غزة وأيضا تجيعهم للمقاومة والاستمرار في النضال والكفاح من أجل أن تكون لهم دولة وكيان سياسي معترف به من دول العالم والعالم الآن لا يعترف إلا بالقوة ولا يعترف بالضعيف وبالتالي هنا قدمت المقاومة الغزوية والمقاومة الفلسطينية للعالم بأن ينبغي الآن الاستمرار في المقاومة والاستمرار أيضا في الأعداد العدة على كافة الأصعدة ليس فقط على مستوى السلاح بل على مستوى الإعلامي والسياسي وكذلك التعبئة الجماهيرية ينبغي الآن على الجمهور الإسلامي والعربي أن يتكاتف مع القضية الفلسطينية ليس فقط بالضغط على الحكام بل لتغيير هذه العنظمة المستبدة التي عادت في الأرض فسادا ليس فقط لقمع أو كبح جماح هذه الشعوب لتعبئ عن رأيها بل حتى بيقوت يومها وبالتالي على هذه الشعوب إذا أرادت فعلا تحرير القدس يجب أن تحر نفسها من هذه الأنظمة السياسية نعم طيب على ذكر المقاومة دكتور إلياس الباروني اليوم يعني بعد أكثر من 61 يوما من القصف العنيف على قطاع غزة وبعد أسابيع عديدة من الاجتياح البري لازالت المقاومة الفلسطينية في غزة تضرب العمق الأراضي المحتلة بالصواريخ وعلى الأرض تدمر عشرات الآليات يعني يوميا في قطاع غزة ما دلالت ذلك؟ وكيف تتابع أداء المقاومة الفلسطينية وما تنشره من مشاهد لالتحامها واشتباكها المباشر مع قوات الاحتلال وآلياته؟ نعم رأينا ماذا شجاعة والصمود المقاومة وأيضا رأوا أيضا وأعطوا فكرة على ما يسمى بالتنظيم الارهابي الصهيوني بأنه يملك من المقدرات والإمكانيات العسكرية وما يسمى بالقبة التي تحمي دفاعاتهم وأيضا أسلحتهم ولكن بمسافة السفر أعطت درسا في كيفية هذه المقاومة أن تقضي على دبابات ودبابة التي يصل سعرها إلى 8 مليون دولار في مقابل قضيفة أربجية تقوم بتفجير هذه الأليات أصبحت ليس بالدبابة أو اثنين بل بالعشرات من هذه العربات المجنزرة التي لها إمكانيات ضخمة من الرصدي ومن كشف العدو باتت أمام يد المقاومة في أضعف قدراتها وهذا يعطي إشارة بأن المقاومة متوكلة على الله سبحانه وتعالى وعيدا لها إرادة بأن ينبغي على القضية الفلسطينية أن تعلو وأن تتجدد وأن لا يرفع صوت الآن ما يسمى بالسلام الزائف مع العدو الصهيوني وكذلك أيضا السلام المزيف من قبل الدول الكبرى رأيتم الآن أمريكا وربا مجتمعة تعمل على إسقاط القيم الآن التي تبدع بأنها زعيمة العالم الحر وأنها مع حق الإنسان ومع الحريات رأينا ممدى قبح هذه العندمة الغربية التي تبدع بأنها متطورة وهذا بطبيعة الحال فرصة سالحة للمقاومة إنها عرمت وعلمت وأيضا عرفت العالم حتى الشعوب تلك الشعوب الأوروبية علمت وعرفت حقيقة أنظمتها السياسية التي تدعي بأنها قمة التطور الإنساني وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم التي كانت عبارة عن شعرات فحسب وبالتالي هنا ينبغي حتى على الشعوب العربية الآن أن تعي جيدا بأن المقاومة هو والقوة هي التي ترد الحقوق وليس ما يسمى بالسلام الزائف والضعيف وأنك في موقف الضعيف وبالتالي ينبغي أن تكون يدك هي العليا حتى يحترمك الآخر نعم على ذكر الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا دكتور إلياس الولايات المتحدة اليوم بحسب الأخبار تمهل الاحتلال الصهيوني حتى نهاية هذا الشهر نهاية شهر ديسمبر الجاري من أجل إتمام أهدافه في قطاع غزة وإتمام أهدافه من هذه الحرب كيف ترصد تطور الموقف الأمريكي تحديدا والمواقف الدولية عموما من هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة نعم كانوا يتوقعون أن المقاومة أو العدوان الصهيوني الأوروبي الأمريكي على غزة ستنتهي في بضع أيام أو أسابيع ولكن الأمر تغير وأيضا في نفس الوقت أيضا المعطيات الآن الحاصلة على الأرض وأيضا الخسائر المادية وكذلك الخسائر العسكرية وفي الأرواح هناك الألاف قد مترت أقدامهم وأيديهم وأيضا أيضا الألاف من المعاقين أصبحوا من دوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أيضا المليارات التي خسرتها الكيان الصهيوني وبالتالي عندما تطول هذه الحرب تعتبر استنزاف لقوات الغرب وقوات أيضا التنظيم الصهيوني الإرهابي وبالتالي أعطى إشارة إلى الكيان الصهيوني أن ينبغي أن ينهي هذه المعركة في أقرب وقت ممكن وقد عزمة وإن تكون هناك أو في نهاية شهر ديسمبر وهذا يعتبر إلى حد ما خروج آمن أو إلى حد ما حفظ الماء على الوجوه لا يريدون الاعتراف بخسائرهم وبالتالي يريدون أنهاء المعركة في أسرع وقت ممكن نعم قبل خليل بالحديث إلى المواقف الدولية كانت هناك جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في قطاع غزة والدول العربية كان لديها مشروع قرار في هذه الجلسة لا أدري إن كانت هذه الجلسة لازالت مستمرة أن انتهت أعمالها لكن أنت دكتور إلياس الباروني ما الذي يمكن أن تتوقعه أن ينتج من هذه الجلسة لمجلس الأمن للأسف لا نتوقع السقف أن يكون عاليا من قبل ما يسمى به جامعة الدول العربية رأينا بعض الوزراء في هذه الدول العربية وخاصة حتى وزيرة خارجية لدولة الإمارات العربية وللأسف المتحدة تعانق الوزراء الصحاينة تعانقهم بالأحضان ولا شرف في الحقيقة يعني في قمة الشرف والفرصة الذهبية التي علاقتها الإمارات بالكيان الصهيوني وأيضا ضعف النظام السياسي المصري نعلم جيدا بأن دولة مصر هي عزوة الأمة العربية هي تعتبر قوة الأمة العربية وهي سمام أمان وأيضا البغابة الذي أمام العالم الإسلامي والعربي ولكن للأسف النظام المصري يتمهى وعيدا لا زال راكنا إلى ضعف التعامل مع الكيان الصهيوني صحيح أن هناك صحوة شعبية وعيدا رعينا حتى السلطة القضية المصرية في الحقيقة أعلنت صوتها عاليا بأن يمغي أن يكون هناك ندال وكفاح وجهات ضد العدو الصهيوني ولكن لا زال النظام السياسي والنظام العسكري في مصر لا زال خانعا إلى ما يسمى بالسلام مع الكيان الصهيوني إذن لا نتوقع من هذه الجامعة وخاصة أن الجامعة العربية أصبحت إدارة من إدارات وزاعة الخارجية المصرية وليست جامعة مستقلة ودات رعي مستقلة وبالتالي لا نتوقع منها رعي قوي ماذا عن مجلس الأمن؟ ينبغي الآن على العالم الإسلامي وراء مجلس الأمن في الحقيقة الدول الخمسة الكبرى هي التي تملك حق النقد أمريكا بريطانيا فرنسا كلما مع الكيان الصهيوني صحيح فرنسا لا تريد وقف الحرب وأيضا تنهي هذه الحرب ولكن مجرد شعارات لا أكثر ولا قل وتريد أيضا فتح صفحة جديدة أو ما يسمى بفتح حوار مع العالم العربي والإسلامي على غرار بريطانيا وأمريكا وألمانيا ألمانيا الآن في الحقيقة أيضا ليست عضوة في المجلس الأمن ولكن خيبة أمال الدول العربية في الحقيقة في عهد إنجلا ماركر كانت في الحقيقة ألمانيا سياسة خارجية ألمانية راكنا ورسينا ورزينا وأيضا تعاملت مع القدير الفلسطينية ومع العرب بكمة الرقي وأيضا التفاهم والحوار المتبادل ولكن للأسف عندما تغير النظام السياسي الألماني أصبحت خاضعة إلى الدغط الصيوني وتعلمون جيدا بأن العلام الألماني 74% تقريبا في ملك شخص يهودي يملك و74 فئة من الإعلام في ألمانيا وبالتالي للأسف ألمانيا مثلها مثل أي دول أخرى رهينا في يد الصهينة أو اللوب الصهيني المتواجد في كافة أنحاء العالم إذن نحن لا نتوقع من المجلس العامل أن يكون أو يصدر بقرار واضح وصريح ضد العدوان وأيضا حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أن يكون له كيان ويحيي أيضا الحوار السياسي العادل وليس مبنيا على الازدواجية وعيدا الخداع نعم بالتالي دكتور إلياس الباروني ما الذي سوف يجبر الاحتلال الصهيوني من وجهة نظرك على إيقاف عدوانه على قطاع غزة والقبول بوقف إطلاق النار جيد سؤالك هنا هي المقاومة كلما اشتدت المقاومة أو الميدان وعيدا قتل الإرهابيين الصهاينة وعيدا انهاك جنودهم وكذلك أيضا تدمير ألياتهم كلما كانت نهاية الحرب قريبة وهنا ينبغي الآن على المقاومة الفلسطينية أن تشتد الآن وخاصة نحن الآن في وقت أيضا صعب على الكيان الصهيوني وعلى التنظيم الإرهابي الصهيوني الذي يقوم بقتل الأهنة في غزة إذن كلما اشتدت الحرب أو اشتدت الحرب واشتدت المقاومة وكلما زادت الخسائل الكيان الصهيوني كلما تسارعت في إنهاء هذه الحرب نعم طيب دكتور إلياس لو انتقلنا إلى الشأن الداخلي الشأن الليبي المحلي في هذا الأسبوع كان هناك تصريحات لرئيس برلمان طبرق عقيلة صالح هاجم فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة وقال إن الدبيبة يكرر جملة القوانين العادلة دون أن يدرك معناها وقال إن القوانين التي أصدرها برلمانه برلمان طبرق هي قوانين عادلة لأنها لا تقصي أحدا حسب تعبيره كيف تنظر دكتور إلياس لهذه التصريحات وهل فعلا القوانين التي أصدرها برلمان طبرق قوانين عادلة؟ للأسف يعني هذا شيء مضحك في الحقيقة يعني شيء يعني للأسف يعني القوانين العادلة هي التي مبنية على أسس متينة مبنية على أسس العدالة مبنية على أسس أن لا يسمح للمجرمين والقتل في معترك أو الدخول في معترك السياسي وخاصة في عملية الانتخابات قانون العقوبات والليبي وأيضا قانون العقوبات في كل دول العالم والقانون الدولي محرم ومجرم ولا يسمح لأي شخص مرتكب جرائم ولا يسمح لأي إرهابي ولا أي شخص تشبه شائبة أو تحمى بسماحي له في الدخول في معترك الانتخابات أو في معترك السياسي نهيك عن حتى التي تم التمريده حتى لو رد عليها وإعتبارها في القانون الليبي لا يسمح له حتى لو تمتع بأنه بريء فكيف يقول سيد المستشار عقيرة صالح المتخصص في القانون أن يقول بأن البيبة لا يعلم بذلك القوانين العادلة هي التي تحترم القوانين المحلية للدولة الليبية وتحترم أيضا أدمية الإنسان وتحترم حتى فكر وعقلية هذا الإنسان الليبي الآن كيف تسمح لحفتر وصيف القدافي للدخول للانتخابات وهو إرهابي ومجرب وقتل الليبيين ومرفوعا له قضايا ليس قضايا حتى محلية قضايا دولية وفي أمريكا بنفسها سيف القدافي الآن حكم عليه بالعدام ولو فردنا لو فردنا تم تبريته مننا أو عفو عنه من قبل البرلمان لا يحق له وفق القلول الليبي حتى لو رد عليه اعتباره لا يحق له الدخول في الانتخابات بالتالي السيد صالح عقيلة أو عقيلة صالح هو الذي لا يعني ما معنى كلمة عادلة أو العدالة نعم للأسف وبالتالي ينبغي الآن على حكومة الوحيدة الوطنية أن تكون فعلا تسارع في العمل على تغيير القوانين جنب إلى جنب مع مزلس أعلى للدولة تغيير قوانين الانتخابات على ذكر المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح في الحقيقة لم يكتفي بمهاجمة حكومة الدبيبة إنما أيضا هاجم من يفترض أن يكون شريكه في السلطة التشريعية هاجم المجلس الأعلى للدولة وقال بأنه خلق هذا المجلس لعرقلة السلطة التشريعية وقال إنه ليس من حق المجلس الأعلى للدولة ولا رئيسه تكالى تعديل القوانين الانتخابية برأيك إلى أي مدى يعني هذه التصريحات وهذا الهجوم على المجلس الأعلى للدولة يعكس ربما تصاعد الخلافات ما بين المجلسين حول القوانين الانتخابية لا يمكن ولا يصح اصدار أي قوانين أو حتى قرارات من قبل مجلس النواب إلا بالتشاور والتوافق مع مجلس أعلى للدولة هذا ما نصت عليه اتفاق التي نجمت عنهم ما يعرف بالبرلمان ومجلس الأعلى للدولة وبالتالي على البرلمان أن يعي جيدا أن ينبغي أن يكون هناك تشاور لاحظتم عندما تقاربة أو تقاربة ما بين عقيلة صالح والمشري رأينا ما مدى الانسجام في بينهما أدى إلى التشاور والتوافق مع الأعلى عندما كان هناك توافق أو توحيد الرؤى أو المصلحة ما بين المشري وعقيلة صالح رأيناها إذا قبل ذلك لما كان هناك خلاف ما بين المشري وصالح رأينا تعنت البرلمان ويقفز إلى المان بعدم التشاور والتوافق تكرر الآن المشهد عندما تم تغيير رئاسة مجلس على الدولة وأصبح هناك خلاف بينهم واختلاف فراء أصبح هناك تجاوز من قبل البرلمان وعدم أيضا قانونية القوانين التي تم اصدارها أو عدم التشاور والتوافق بالتالي هنا الأمر واضح وجلي للعيان سواء كان الداخلي أو الخارج المعيق الآن للعملية الانتخابية الوحيد المتمثلة في البرلمان أو من ورائه وأمامه خليفة حفتر نعم لكن عقلة صالح دكتور إلياس الباروني يتحدث عن تشكيل حكومة مصغرة مع نهاية هذا الشهر شهر ديسمبر الجاري قال بأنه سيتم تشكيل حكومة مصغرة حكومة جديدة ستذهب بالبلاد نحو الانتخابات بالتالي ما مدى واقعية هذا الكلام من عقلة صالح هذا المشهد تكرر أثناء حكومة الهفاق الوطني حكومة السراج وعمل على عدم التواصل مع حكومة السراج وحكومة الهفاق واصبح هناك حرب من تحت طاولة وفق طاولة ضد هذه الحكومة إلى حد وصل بهم الحال إلى تشكيل حكومة أخرى ما يعمل حكومة التني ورأينا الانقسام الشديد في السلطة التنفيذية وأصبحت البلاد شطرين الشرقي والغربي بعد ذلك عملوا على التسويق في الداخل والخارج على تشكيل حكومة أخرى وقلنا في حينها نحن لسنا مع حكومة الهفاق حكومة الهفاق ضعيفة ولا تنتقى بمستوى الحدث وأيضا اتفاق إدعان وخدوع إلى طلبات البرلمان وأيضا الحفظة إلا أن لسنا في حينها لسنا مع تشكيل حكومة أخرى وقلنا ينبغي إنها هذه المراحل الانتقالية ويجب الدهاب فورا إلى الانتخابات سبقا على مستوى السلطة التشريعية البرلمان أو على مستوى الرئاسي إلا أنهم أصروا على تشكيل حكومة أخرى وجاءت حكومة تفاق جنيف وتونس وشكل حكومة الوحدة الوطنية لم يعتنوا هذا الثق إلا إلا بالمرغبة وأيضا بالمشاكل بعد ذلك عملوا على سحب الثق وعدم الاعتماد الميزانية العامة وأصبح هناك حتى أصبح الحال إلى تشكيل حكومة أخرى ما يسمى بحكومة بشغة بعد ذلك أيضا حكومة حماد إذن هؤلاء على رأسهم برلمان لا يريد فعل الانتقال إلى الانتخابات بل يريد حكومة تخضع إلى على فكرة هذه الحكومة يريدونها منذ ثلاث سنوات هل يعقل هذه حكومة عادية هذه حكومة حكومة تابتة بالتالي يريدون حكومة تخضع للبرلمان تخضع إلى رغبات العقيلة صالح وأيضا حفتر حتى يتم الاستلام عليها والانقلاب على السلطة التنفيذية وبالتالي هنا حكومة الوحدة الوطنية ينبغي الآن الاستمرار وأيضا التسارع نحو تعديل القوانين بما يتمشى مع الإرادة الليبية ولا يتمشى مع شخصيات بعينها أو تعكس إرادة إقليمية ودولية تريد إدخال ليبيا إلى مسار آخر يخدمهم وليس يخدم الشعب الليبي دكتور إلياس الباروني ضيفنا في هذه الحلقة من استوديوهاتنا في طرابلس أستاذ العلاقات الدولية في ختام هذه الحلقة أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا والشكر الموصول إليكم مشاهدينا الكرام على كرام متابعتكم وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر تمتم في أمان الله وحفظي والسلام عليكم اشتركوا في القناة